السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا 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 بيقابلك بشكل يومي في وين تواقف في الصيدلية هنتكلم عن ضعف الانتصاب تمام في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض خمس حاجات ايه هو الانتصاب معناها ايه برضو ضعف الانتصاب هنتكلم عن تعريف كل واحد فيهم هنتكلم عن اسباب ضعف الانتصاب تلت حاجة هنتكلم عن مراحل العلاج خامس حاجة هنتكلم عن ادوية ضعف الانتصاب كاملة وهنتكلم عن ذكر اللي نشرح المواد الفعالة وهنقول كل الادوية اللي موجودة في السوق مع اه ملاحظات اه هي مدتها ادي كيف هي بتتاخد امتى ايه علاقتها بالاكل وكل ده هنعرفه في فيديو النهاردة قبل ما نبدأ في الفيديو لا اول مرة تتابعنا ما تنساش تضغط لايك وتعمل سيبس كريب لا اول مرة تشوفنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بينزل يلا بينا اه اول حاجة نتكلم عليها ضعف الانتصاب يعني ايه الانتصاب الانتصاب معناه تدفق الدم في القضيبة بزيادة عن المعدل الطبيعي بنسبة العشر الى عشرين في المية ضعف عن المعدل الطبيعي يعني بمعنى ان الدم بيبقى ساعة الانتصاب بيكون بيزيد عن المعدل الطبيعي بنسبة عشرين في المية اضعاف المعدل الطبيعي تمام طب ده الانتصاب طب يعني ايه بقى ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب ده معناه في كده خلط وظيفي في الدورة الدموية للانتصاب او بمعنى عدم القدرة على استمرارية العلاقة الحميمة وعدم اكتمالها وده برضو ممكن يؤدي انه اصلا او ممكن تزيد انه مش قادر يبتدي العلاقة اساسا ده في حالة ايه في حالة ازا لم يتم العلاج اصلا تمام طيب ملحوظة كده على جنب انت الدراسات ازبتت انه اصلا ضعف الانتصاب معناه في خلال في الدورة الدموية طب ايه اللي يحصل بقى لو مش هيتم العلاج قالك لو شخص عنده ضعف انتصاب وسابه وطرق المشكلة دي وما كشفش اصلا قالك بعد سنوات حوالي خمس سنوات منكن يحصل تلف في الشرايين التاجية وده منكن يؤدي الكوارس طبعا منكن يعمل زبحة صدرية منكن يعمل سكتة دماغية سكتة دماغية او جلطة في الدماغ تمام شو بقى تخيل ضعف الانتصاب منكن يؤدي دي دي معناه او عايز يقول لك ان ضعف الانتصاب دي معناها جرس انزار هو ترمومتر عندك بيوريك اللي انت دي دليل اللي منكن تحصل لك حاجات بعد كده فضرورة تروح تكشف تمام تمام دي بدا كده التعريف هنتكلم بقى ان ايه هو بقى اسباب ضعف الانتصاب معانا اه فوق الاثناشر سبب مسلا دي اللي منكن لما الشخص يجي لك تعرف مسلا انه سبب منكن يكون عامل له ضعفة في الانتصاب اول سبب عندنا مرضى القلبة مرضى القلبة اه بيكون عندهم ضعف انتصاب مرضى الضغط ان مرضى اللي هم الكوليسترول لو عندهم ارتفاع في الكوليسترول او الدهون عندهم دهون زيدة رابع سبب معانا اللي هو الوزن الزائد الوزن المفرطة لو حد جسمه مليان او تخين تمام خامس حاجة نقص هرمون الزكورة اللي هو الدستسترون تمام آآ سادة حاجة اللي هو كبر السنة سابع حاجة معانا اللي هو الضغط النفسي والتوتر والقلق والاكتئاب تامن حاجة استخدام الكحولات ممنوع استخدام الكحولات تاسح حاجة التدخين الناس المدخنين عندهم نفس المشكلة برضو عشر حاجة معانا مشاكل في النوم لو الشخص مش بينام كويس اللي بعده مشاكل في الكلاو الشخص دي مريد كلا اللي بعده مشاكل لو في مشاكل في الحوضة او في ممطقة الحوض ممكن تأثر برضو على الانتصابة اخر حاجة معانا لو بيستخدم ادوية بتأثر على الانتصاب تمام طيب احنا كده قلنا الاسباب عشان نقول بقى ما راح العلاج بنشوف الاسباب وبنعالجها يعني بمعنى بمعنى اللي هو مسلا عندي مرض ضغط لازم ان يتعالج من الضغط مرضى الكوليسترور نفس الكلام طبعا عندي وزن زائد لازم هنا بقى لو مسلا وزن زائد اللي هو حتة اللي هو لو في كرش يعالج الكرش يعالج مسلا القلب والرقة يقوي العضلات لو هو مسلا مش بينام كويس عنده مشاكل في النوم يبقى يكون ايه ينام كويس لازم يكون ياكل اكل كويس نظام غزائي لازم يكون نظام غزائي صحي تمام النظافة الشخصية نفسها طيب اللي هو الاصارة نفسها لازم يكون ايه بعيدة عن اي مشاكل ولازم يكون الموت بتاعه رايق يعني التدخين لازم يمتنى عن التدخين ليه بقى اللي احنا قلنا التدخين يعني التدخين ازاي اثر على ضعف الانتصاب بلكن التدخين ده اصلا ممكن يبدأ يزود ضعف من الشرايين او يبدأ يزود تديق الشرايين ويعمل على عدم توسيعها تمام تمام دي كده مراحل للعلاج يبقى كده عشان تعالج اصلا لازم يكون في توازن بين اللي هو ايه في مقدمات عشان تحصل على نتائج كويسة تمام طيب كده احنا اتكلمنا عن التعريف اتكلمنا عن الاسباب وتكلمنا عن مراحل العلاجة طيب هنتكلم بقى عن ادوية ضعف الانتصاب ادوية ضعف الانتصاب اول حاجة معنا اول حاجة معنا اربع مواد فعالة السيل دينافيل وعندنا مادة الفار دينافيل وعندنا مادة اسمها وحاجة اسمها اخر حاجة اسمها اللوها تمام هنتكلم اول حاجة معنا عن السيل دينافيل طيب ايه شغل بقى مادة السيل دي بتعمل انهيبشن للفوسفودايستريز انزيم فيها فيها اللوها البي دي اي خمسة لما تعمل انهيبشن لها بيبدأ يزود او اللي هو انتاج اللي هو السايكل جي ام بي فلما يزود انتاج السايكل جي ام بي دي بيعمل على ارتخاء لوعية دموية في القديب فبيسمح بتضفق الدم في القديب في حالة الاسارة ودي جرعتها بتتاخد قرصة مرة واحدة يوميا وبتتاخد قبل العملية بساعة تمام النصح اللي منكم ان تنصحها للمريض اللي هو يفضل عدم استخدامها مع الاكل بتدي بتدي نتيجة افضل في حالة اللي هي تكون على معدى فضية ويفضل عدم استخدام الكحولات ودي بتاعتها بتقعد من ثلاث لاربع ساعات تمام تمام تعالوا بقى نشوف امثال على مادة السلدنافيل اللي موجودة في الصيدلية اشهر مثال عندنا اللي هو الفيجرة تمام طبعا احنا عندنا بالمناسبة عندنا تركيزات عندنا تركيز خمسة وعشرين وتركيز خمسين وتركيز مية من مادة السلدنافيل امثيل عليها اللي هو الفيجرة والايريك والفايريكتا والايريكتون والاكتاجور وحاجة اسمها الانيجرة وحاجة اسمها الازيك وال والفارو فيجة والكيمة جريس والنبي فيت والنيرها شيلده والاورجا والسيلا السيلا نيل والسيلا غرا والاورجو دينافيل والسل دافا والسل دين والسيلفاجرا والسيلفيجا والزبايكا والفيتو فياجرا والستيميو ماكس تمام والفيفا فياج والفيجوريكس تمام كده تمام طيب احنا عندنا بقى مادة اللي هو الفاردينافيل دي زي مادة اللي هو السيلدينافيل بتعمل ايه الميكانيزم بتاعها بيعمل برضو انهيبشن للحصف وضاي ستريز انزيم فايف وبيزود سايكليك جي ام بي وموجود منه بتركيزات اتنين ونص وخمسة وعشرة وعشرين ميلي جرام طيب دي بيتاخد ارسه مرة واحدة يوميا بيتاخد قبل العملية بنص ساعة او بساعة والتي هو بتاعتها من ثلاث ساعات لست ساعات وده منكم يتاخد مع الاكل بس يفضل على معدى فادي هيدي نتائج افضل تمام وبرضو يفضل عدم استغطام الكحولات طيب لو انتكلم بقى عن الهو الامثيل على مادة الفرد نافيل اللي موجودة في الصيدلية اشهر امثيل عليها الفاروريكتا والليفترا والبوريكتا والسولفترا والريكتيفارد والفارد ابيكس والفاردي والفارديكشان والفاردي نكير تمام تمام طيب هنتكلم عن تالت مادة فعالة معانا اللي هو مادة اتعاد لفيل تم مادة اتعاد لفيل نفس الميكانيزمة برضو موجودة بتركيزات اثنين ونص وخمسة وعشرة وعشرين تمام بس دي لها ميزة عن بقية المواد التانية اللي هي بتقعد في الجسم لمدة ستة وثلاثين ساعة يعني بتقعد يوم ونص لها نفس من الفيكت بس هي بتحتاج وقت أطول عشان تشتغل فدي ممكن برضو تستخدم مع الأكل عادي ممنوع استخدامها مع الكحولات وامثل على مادة التادة لفيل السيالس والسيالونج والسيبالافيل والدايمون ريكتا واللي هو التادة لونج تمام والإريكتالس والسينافي والإريكتوباك والستاركوبريكس طبعا دي اخر مادة فعالة معان اللي هي مادة الأفانابيل دي نفس الميكانيزم ودي بتتاخد قرص مرة واحدة في اليوم قبل العملية بربع ساعة لنص ساعة ودي أصراعهم في الشغل وموجود منها تركيزات في السوق 50 ميلي جرام و100 ميلي جرام و200 ميلي جرام والتيهوف بتاعتها بتوعب تأثيرها في الجسم المدة خمس ساعات تقريبا وعندك هنا ممثلة على اللي هو مادة الأفانابيل عندنا مادة اسمها الأكتونافيل وماادة اسمها الإيزي ريكتو وماادة اسمها اللي هو الإيروفانيل تمام تمام كده تقريبا خلصنا فيديو النهاردة هنتكلم بقى عن شوية ملحوظات مهمين جدا بيقولك انه هو في حاجة اسمها سن اليأس عندي الرجال ويعني ايه بقى سن اليأس عندي الرجال دي بيبدأ مع نقص هرمون الزكورة وبيبدأ أعراضه بيبدأ يظهر اللي هو نقص في هرمون الزكورة بيبدأ يعني بيبدأ عند سن الاربعين سنة بتبدأ تظهر العراض دي ومن ضمنها اللي هو الشعر الأبيض طيب هرمون الزكورة أصلا ايه هو هرمون الزكورة اللي هو التستيسطروني طيب يجي منين هرمون الزكورة قالك 90% منه من الخسيا والباقي من الغدة فوق الكلوية ودي بيحصل وإيه فايدة هرمون الزكورة لما بيساعد في تحسين الحلقة المزاجية بيساعد في معدل الحرق في تكوين النسيق العضلي تمام تمام وكمان بيساعد على الانتصاب وتحسين الزكرة طيب من ضمنها برضو الملحوظات اللي هنتكلم عليها اللي هو السكر مرض السكر بيبقى عنده مشكلة في ضعف الانتصاب ليه ؟ قال لك عشان السكر بيبدأ يزول زوج دي الدم فبيبدأ يأثر على الانتصاب طيب من ضمن اللي هو الحاجات اللي كناعايزين برضو نتكلم عنها في الملحوظات اللي هو من ضمن اللي هو حاجة اسمها محيط الوسط محيط الوسط دي اللي هو الخسر دي بي قال لك لازم ان ايه بقى علاقة بالانتصاب قال لك لا يزيد عن ستة وتمانين سنتي دي معناه ايه قال لك معناه ان لو زيلا عن ستة وتمانين سنتي معناه كده فيه دهون كتيرة والدهون دي بقى فيها مادة اسمها مادة الاروماتيس طب المادة تعمل دي تعمل ايه يعني قال لك بتحول هرمون الزكورة لهرمون الانوسة بيبدأ تظهر بقى اعراض هرمون الانوسة السادي بيبدأ يكبر الرغبة الجنسية بتقل والمجهود بيقل واللي هو الزاكرة بتضعف وطبعا بيتابعوا ضعف الانتصاب بيبقى كده هرمون اللي هو الزكورة تستسترهون مفتاح للعملية الجنسية ايه نجحة تمام طب ايه الحل بقى مع الناس اللي هي محيط الوسط بتاعها بيزيد عن ستة وتمانين سنتي قال لك لازم ان يلعب رياضة كتير عشان يبدأ ينشط الدورة الدموية قال لك هرمون الزكورة برضه عندنا بيتقاس في الدم بحاجتين هي اما توتل بشكل كلي او في ايه بشكل فري اللي هو النشط الاكتف تمام اه الحل برضو محيط الوسط ده او ان هي الناس اللي هي وزن هزائد هيكل اه اللي هو برضو هيكل نظام غزائي صحي بعيد عن الدهون تمام كيه برضو ملحوظة اللي هو ادوية ضعف الانتصاب دي بتكون ممنوع على مرضى القلب والزبحة الصدرية وده بيقول لك خصوصا لو مرضى الزبحة الصدرية بيستخدم ممادة النيترو جليسرين او مادة الايزوسوربيت اه او مادة الايزوسوربيت مونو نيتريد ده ممكن يعمل لهبوط ايه مفاجئ في ضغط الدم وكده فيديو بتاعنا النهاردة هيكون خلص واتمنى تكونوا استفدتم وفي سؤال اللي عايزينكم تجاوبوه في التعليقات بالسؤال هو اللي هو الصيام هل هو مقوي جنسي ولا مش مقوي جنسي وكده خلصنا فيديو النهاردة واتمنى تكونوا واستفدتم ولو في اي حد عنده اي سؤال يسيبه في الكومنتات تحت وهنرد على خضراتكم وما تنساش تعمل سابس كريب لو اول مرة تشوفنا وتضغط لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتنزل وشير لصحابك عشان الجميع يستفادوا وشكرا انه لاحظ نست معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته